بهالفترة صاير عم دور على اي شي ضيع فيه شوية وقت بما انه الاعدي طويلة وتذكرت اقتراح احد المتابعين للعب الجوال اوية اسمه ادمار فقلت انه فرصة حلوية لحتى تجربها وقضي فيها شوية وقت بس يا جماعة الوقت اللي قضيته معه مو اي وقت بل واحد من افضل الاوقات اللي قضيتها على لعب الجوال بحياتي مع اني انا ما بلعب لعب جوال بس هيك يعني مشان مقدمة حماسية وهالشغلات السلام عليكم ادمار هي لعب الجوال مجاني نسبيا مجاني رح تخوط فيها مغامرة مع واحد اسمه ادمار من الفايكينغز وبعصر الميثولوجي او اللي هو الاساطير الاسكندنافية من دلشغل اسمه والحلو بهاي القصة انه طريقة روايتها مميزة فعلا ففي عنا راوي بروينا القصة والاحداث وعنا مجموعة شخصيات واشياء مشوقة عم تصير وطريقة عرض القصة من خلال الكاتسينز اللي تبدو وكأنه مرسومي بالايد كانت فكرة كتير حلوية وذكرتني بلعبة Valiant Hearts ما بارف ليش هلا انا بصراحة ما بلعب ألعاب جوال كتير واغلبكن بيعرف هالشيين فما بعرف هل في ألعاب جوال اخرى بتهتم بالقصة متل هاي اللعبة ولا انه هاي اللعبة استثنائية من هالناحي لانه بصراحة كنت متفاجئة ولو كان في ألعاب اخرى قصصية حلوية فياريت تقترحوا ليها بالتعليقات مو بس القصة بل اللعبة بشكل عام حلوية عندك مثل لغرافيكس بلعبتنا كان جدا ممتاز ومليان تفاصيل حلوي واعتناء بكتير أشياء أبهرتني على لعبة جوال هذا غير انه أداء اللعبة ممتاز جدا أنا لعبته على الجالكسي S20 مع تشغيل وضع البرفورمانس اللي هو شغلولي تلقائيا مشان تصير اللعبة أحسن بالأداء وفعلا اللعبة اشتغلت بشكل ممتاز سواء من ناحية الرسومات أو من ناحية التقنية بشكل عام واضطريت اني حط هذا الفيديو بهذا الاسبكت ريشيو لأنه هو الطريقة اللي أنا سجلت فيها اللقطات أداء اللعبة التقنية ممتاز فعلا والحلو انه الجهاز ما بس عم يشغله بشكل حلو بل أيضا البطارية ما كانت عم تستنزف أو ترتفع حرارة الجهاز بشكل كبير وهذا الشي بحد ذاته ممتاز ومريح للعب لأنه هي لعبة جوال وأنا طول وقته ماسكه فرح اتأثر لو ارتفعت الحرارة وصارت البطارية تروح بسرعة قدام عيوني فيها بعض المشاكل التقنية مثل أحد المراحل اللي كان المفروض أوصل لنهايتها بس لما أوصل للنهاية ما يعطوني الكاتسين الأخير مشان أطلع حاولت كتير أني زبطها وما لعيد غير أني عيدها من أول وجديد برضو اللعبة كرشت علي مرة فيعني المشاكل التقنية مش معدومة لكنها مش كتير وبما أنه عم نحكي عن السلبيات ففي سلبية أخرى مزعجة باللعبة هاي واللي هي ليست اللمس نفسه يعني حساسية اللمس ممتازة وبالعكس اللعبة دقيقة جدا من هالناحية لكن المشكلة أنه في بعض المراحل حسيتها مش مناسبة للتوتش سكرين وكأنه هني مصممينها للكنترولر وبعدين قاله وخلينا نزيلها للجوار وهذا اللي أنا فعلا عملته بآخر اللعبة لأنه الأعداء زادوا وزادت الصعوبة والتحدي صار أصعب فشبكت إيد الإكس بوكس بالجوار عن طريق البلوتوث وكملت اللعب إلى النهاية وبالعالم الأخير تحديدا وبصراحة في مرحلتين بالأخير أنا ما بعرف كيف أي واحد فينو يخلصن بدون كنترولر لأنه فعلا صعبين بالتوتش سكرين وحاولت جاهدا أن يخلصن بهاي الطريقة وما قدرت بس ما بعرف ممكن لأنه أنا مانم تعود عن لعب بالجوال وإيديه بتعرق بسرعة البرق بس هذا أيضا ما بيخفي أني انزعجت من هالسلبية هاي اللي كانت يعني بشكل عام مؤثرة على التجربة المرحلة الوحدي بشكل عام خفيفي وما بتطول لحتى تنهيها لو بتمشي مباشرة بس في عندك بعض الأشياء الإضافية مثل تجميع الكوينز أو الدهب اللي بيعطيك تقييم أفضل بالنهاي واكتشاف بعض الأسرار هون وهون لحتى يعني بتعطيك قيمة أكبر للعبة والحلو بالمرحلي إنه ما في حركات ألعاب الجوال هاي إنك والله إذا خلصوا قلوبك بتعيد من أول المرحلي لا في عندك تشيك بوينت كل فترة وبتعيد من عندها لو مد بالنسبة للجيم بلاي فمتل ما نواضح لعبتنا بنظام 2D بلاتفورمر راح تلعب فيها بميكانيكيات لعب متنوعة ومتجددة بشكل جميل جدا التحدي اللي عطتني إياه اللعب هاي ممتاز بصراحة ومتصاعد بشكل حلو باستثناء المهام اللي حكيت عنها قبل شوي البلاتفورمينج يعتبر مربط الفرس باللعب هاي وواضح إنه تم الاهتمام فيه أكتر شي لأنه القتالات صحيح إنه موجودي لكنه بسيطة بشكل عام ومحدودي على بعض الحركات البسيطة وحتى الأسلحة لما بتشتري سلاحة جديد بعملة اللعبة طبعا ما بتحس إنه تأثيره كتير كبير وفيناك تخلص اللعبة كاملة بسلاح واحد عكس البلاتفورمينج اللي حسيت فيه النسبة الأكبر من الإبداع والتحدي الممتع جدا وبصراحة البلاتفورمينج باللعبة هاي أبهرني لدرجة إني أنا صرت قارنه بألعاب أخرى لعبتها على الكونسل أو على البي سي أيضا في عنا بعض المراحل الحركية اللي لازم تخلصها بسرعة في عندك أيضا قتالات زعماء ممتعة بشكل عام إلا أنه الزعيم الأخير كان شبه مستحيل بالتوش سي كريم أو عندك الهروب من الأعداء على شكل اسكيب سيكوينس فيعني في عندك تنوع كتير حلو بصراحة بيخدم توجه اللعبة بشكل عام وبيخدم متعتل متجدد دائما معها وبصراحة كتجربة جيم بلاي بشكل عام كانت مرضية جدا ابتداءا من أول قفزي قفزتها بالبلاتفورمينج انتهاءا بآخر زعيم واجهته حسيت أنه تجربة الجيم بلاي عموما كانت مرضية وحسيت أنه المقدار اللي أعطتني إياه اللعبة من هالناحية كان جدا جدا ممتاز شبهتها بأوري ما بارف ليش بس يعني حسيتها بتشبهها بشكل عام ومو بس بالجيم بلاي بل أيضا مظهر اللعبة مثلا لأنه اللعبة فعلا جميلة يا جماعة بتوجهها الفن الرائع اللي خلاني دائما متحمس شوف شو البيئات اللي رح تقدم لي إياها اللعبة لأدام لأنه البيئات كتير حلوة وتفاصيلة رائعة ولعلها شغلي أبهرتني كتير أكتر حتى من روعة الجيم بلاي في بعض الأحيان اللعبة مكونة بالأساس من أربع عوالم رئيسية العالم الأول مجاني بالكامل بكل المراحل الستي لكن بقية العوالم والمراحل لازم تشتريها بخمسة دولار شخصيا وعالرغم أني من المعارضين الكبار للدفع بأموال حقيقية للشراء بالألعاب وتحديدا بالجوال بس آدمار شدتني بصراحة واضطرت أني إشتريها بشكل مباشر وبدون تردد وما كان قرار سيء أبدا بل بصراحة كان قرار ممتاز جدا لولا الملاحظات البسيطة اللي ذكرتها بهاي المراجعة بالنسبة إليه أنا بشوف حتى النسخة المجانية بتستحق التجربة وعالأقل أنك تشوف كيف ألعاب الجوال تطورت وصارت تنافس بعض ألعاب الكونسل أو البي سي هلأ أنا ما بعرف آدمار هي فعلا حلوة يا جماعة ولا لأني أنا ما بلعب ألعاب جوال كتير فحسيت إنه مبهرة من هالناحية بس مثل ما قلت لكم أني أنا عم قارنة بألعاب كونسل وبي سي مش بألعاب جوال أخرى فمشان هيك حسيتها مبهرة وحسيت أني أنا عم بلعب لعبي فعلا عم تحترمني بغض النظر على الجهاز اللي أنا عم بيستخدمه وعلى سيرة الكونسل ترى اللعبي مو بس موجودة على الاندرويد والآي او اس بل أيضا موجودة عن نينتندو سويتش وسعره مو خمسة دولار لا عشرة دولار إلا كانوا بدك تلعب على الكونسل عالرغم إني متأكد إنه جوالي بشغلها أحسن من السويتش بس يعني بتعرفوا نينتندو بيحكموا بأحكامهم عموما يا جماعة هاي كانت تجربة جديدة بمراجعات ألعاب الجوال هذا الفيديو مو إحلان ولا شي سدقوني لعبت اللعبي واشتريتها بمصارية فحابب تعطوني رأيكم بالفكرة شو رأيكم لو كل أسبوع أو أسبوعين اختار لعبي حلوي موجودة على الآي او اس أو الاندرويد سواء بمصاري أو مجاني وأعملكم هيك فيديو بسيط مثل هذا نبذي سريعة عنه لعلكم أنتوا يعني تتعرفوا عليا أيضا وتجربوها وتلعبوها بما أنه هالفترة هاي الكل قاعد ببيوته وما أحد عنده شيء وكل ياتنا فاضي ياريت تكتبولي رأيكم بالتعليقات سواء بلعبة آدمار نفسها أو بالفكرة هاي اللي أنا بلشتها بهذا الفيديو لا تنسوا تحطولي لايك على الفيديو لو عجبكن تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات لحتى أول ما نزل الفيديو يوصلكم الإشعار شكرا كتير لكم على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام سلام عليكم